نادي كبير جدا نادي من أعرق الأندال موجودة في الإمارات وبالتالي معانا على التليفون واحد من نجوم نادي الواصل والمنتخب الإماراتي الجنرال الكابتن إسماعيل راشد كابتن إسماعيل برحب بحضرتك بخير بس rôle خير إزاي حضرتك كله بخير الله يسلامك نبي الحال طبعا حضرتك واحد من أهم نجوم نادي الواصل الإماراتي واحد من نجوم المنتخب الإماراتي ووجودك معنا على قناة النادي الأهلي هو أكيد شرف لينا وأيضا العلاقة ما بين الشعب المصر وشعب الإمارات هي علاقة طيبة لكن مباراة كونت قوي جدا في بطولة كأس زايد شايف المباراة زايد من وجهة نظر حضرتك في البداية أرحب فيكم وبالمشاهدين أكيد اليوم نحن والشعب المصري أكيد أننا شعب واحد وتربطنا علاقات كبيرة سواء كانت سياسية وحتى على مستوى الرياضي نتمنى أن هذه الأمور كلها تترجم أن المباراة تطلع حبية في النهاية لأن في النهاية نقول للفائز مبروك وللخطان هاردلاك تبقى كرة القدم في الملعب وبرع الملعب لكل حبائل طبعا أكيد هناك فوارغ كثيرة فنية بين فريق الوصف خاصة في هذا الوقت اللي يعيش مرحلة غير جيدة من المستوى الفني يعني بتعاد بعض اللاعبين عن المستواهم إضافة إلى النسائج السلبية مقارنة اليوم بالنسائج النادي الأهلي أتطور من الصعود في فترة اللي قافت في كأس أفريقيا أيضا يعني المستوى الجيد لقدم اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني في الدولة المصري هذه كلها أشياء إيجابية بالنسبة للفريق الأهلي المصري أن يكون حاضر وبقوة في مباراة بعد يوم كابتن إسماعيل زي ما حركت كلمته قلت النادي الأهلي عنده معنويات مرتفعة صعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا الوسط اللي مركزه في الدوري مركز العاشر عنده سبع نقاط زي ما حركت قلت في بعض التضهور في المستوى هل حركت شايف أن كل بطولة بيكون لها العوامل الخاصة بيها أو ممكن العوامل اللي موجودة في مختلف البطولات تأثر على الفريق في مشواره البطولي سواء في كاز زايد أو في الدوري أو في تصفيرات أسيا أو في تصفيرات أفريقيا شوف دائما يعني أكيد أن هناك فيه جهاز إداري وجهاز فني في كل بطولة يجب الفصل ما بين بطولة إلى أخرى صحيح مثل ما قلت لك أن اليوم النتائج السلبية أكيد أنها لها دور سلبي ولكن تبقى بطولة كاز زايد الحرونق خاصة أنها تحمل اسم المؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد رحمة الله عليه في نفس الوقت يعني من المفترض أن اليوم الوصل يعني يمثل دولة الإمارات مفترض أن يطلع بصورة جيدة أكيد هناك يعني اليوم على البسؤولين في الجهاز الإداري في نادي الوصل عندهم القابلية وعندهم الروح الجيدة في أنهم ينهون في أنهم يعطون تعليمات بالنسبة للفريق الظهور بروحة يعني ممتازة وأيضا أنهم ينسون ما هو حاصل في الدورية كابتن اسماعيل ممكن مباراة الأهلي نشوف فيها لو حصل نتيجة سلبية على فريق الوصلة ممكن نشوف تغيير في الجهاز الفني وقال الجهاز الفني بما أن حرك واحد من نجوم الفريق وأكيد قريب حضرتك من الإدارة ممكن يبقى عنده فلصة لحد مثلا الانتقالات الشتوئة أو لحد آخر السنة بحيث أنه يكون فيه أنه حسبه على جميع النتائج من خلال مشواره في الدورة ومن خلال انهاء ترتيبه في الدورة الإماراتية شوف هو التغيير خلاص المدربة الحين جبل أسبوع راح من مدرب كونتيرس كان موجود مع الفريق تمام تمام فبالتالي إحنا عندنا مدير فني هيكون في مواجهة الآلية ومدير فني يمكن لسه جديد على الفريق موجود مدرب الفريق الآن مدرب كفة المواطن حسن العبدولي كان مساعد مدرب المتخب الأول من كفة المهدي موجود معهم وكيد أنه عند الخبرة الكافية يعطي توجيهات للفريق بشكل أفضل أكيد أن اللي دار عبت المدرب ثقة ليكون على رأس الجهاز الفني وهذه كلها أكيد أن المدرب يعني يكون جد الثقة للملقا على عادق بالإضافة إلى اللاعبين الليهم عليهم الدور الأكبر في أنهم على الأقل لن يطلعون صورة جيدة في هذه المباركة كابتن إسماعيل رشد يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا النجم من النجوم نادي الوصلة الإماراتي وأيضا الملقب بالجنرال ساعدنا بوجود حضرتك